التفى الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة ذلك بقيادة الجيش الثاني الميدانية يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع أبنائها المقاتلين لتوحيد المفاهيم حول عدد من القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة التقى الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وذلك بقيادة الجيش الثاني الميداني والذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع أبنائها المقاتلين لتوحيد المفاهيم حول عدد من القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة بدأ اللقاء بكلمة لواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع أبنائها لتوحيد الرؤى حول مختلف الموضوعات التي تهم القوات المسلحة مشيرا إلى أن رجال الجيش الثاني الميداني يجددون العهد لتقديم الغالي والنفيس من أجل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره كما تناول اللقاء عرضا تقديميا لعدد من قادة القوات المسلحة تناول أهم الموضوعات والتحديات التي تشهدها المرحلة وكيفية مجابهتها بالأسلوب الأمثل والأسس العلمية المدروسة بما يمكن القوات المسلحة من تنفيذ المهام المكلفة بها على أكمل وجه وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة والضباط لتوليهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة كما أوصل قادة والضباط بمواصلة البحث والاطلاع في مجالات المعرفة العسكرية والمدنية التي تعينهم على أداء مهامهم على الوجه الأمثل والتمسك بالمبادئ والمثل العليا للعسكرية المصرية لتظل القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم نموذجا فريدا للانضباط والالتزام وأدار القائد العام للقوات المسلحة حوارا مع القادة والضباط استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف القضايا وطلبهم باستمرار الارتقاء بمستوياتهم العلمية والثقافية ليكونوا قادرين على قراءة المتغيرات الإقليمية والعالمية بأسس معرفية صحيحة ومدى عكاس ذلك على الأمن القومي المصري